تدخل حصة العلي إلى مكانها المفضل حيث تستعد لمهمتها التالية فهي تعمل مذيعة راديو ومنتجة ومقدمة بودكاست البودكاست اللي أنا قدمت اللي كان من إعدادي وتقديمي كان اسمه بودكاست أوتار كان هو يحاكي المجال اللي أنا مهتمة فيه اللي هو مجال تطوير الذات والتنمية البشرية يحاكي الأفكار المشاعر وكيف الشخص ممكن يساعد نفسه ويتطور من خلال الأفكار ومشاعره تقول العلي إنها واحدة من ملايين النساء السعوديات اللواتي استفدنا من الحريات الممنوحة لهنا في السنوات الخمسة الماضية أشعر أني للغاية محظوظة أني عاصرت هذا الوقت في دعم المرأة السعودية وأثر تمكين المرأة علي أنا بشكل شخصي هي أن عكست على ثقتي بنفسي من اللحظة اللي شعرت أني أمتلك حقوق وفي دعم فصرت واضقة من نفسي واضقة أني أنا أبرز الأدوات اللي أنا أمتلكها بدون خوف أو بدون شك أو عدم ثقة حققت سلسلة قوانين تمكين المرأة التي تقودها سياسة رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان حققت نتائج إيجابية حسب الإحصاءات الرسمية السعودية من عام 2017 إلى 2020 بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية فوق 15 سنة 33% وتضاعفت نسبة النساء في سوق العمل تقريبا من 17% إلى 32% إضافة إلى الحصول على حقوق متساوية في الأجور والخدمات الصحية والتعليم والتدريب بالفترة الأخيرة أيضا السيدة السعودية أثبتت نفسها في مجال ريادة الأعمال فصرنا نسمع سيدات أعمال في قطاع المال والاقتصاد والأعمال وحتى في قطاع الاستثمار وفيما يتعلق بأن هناك مقاومة لتمكين المرأة من بعض الرجال في هذا المجتمع المحافظ في الغالب قالت العلي إنها لم تواجه ذلك أبدا في مكان عملها وهي تطمح لمزيد من النجاح طموحي الشخصي دخلت البودكاست لسبب أني أدي فيها رسالة وأطمح أني أكون علم من أعلام البودكاستر في الوطن العرب بشكل عام والسعودية بشكل خاص وأيضا بالنسبة لطموحي تجاه المرأة السعودية تعتقد العلي أن الحريات الأخيرة سمحت للمرأة برفع مستوى الأحلام التي يمكنها تحقيقها